طبعا الليلة الحاسمة امبارح ما كانش فيها الماتش ده الوحده اللي هو سيراميكا و بيرامدس طبعا عينين معظم ما كانش كل الاهلوية كانت اكتر على هذا اللقاء لكن امبارح كان فيه مجموعة من المباريات المهمة طبعا اهمها من وجهة نظرنا كان سيراميكا كليوباترا اللي حقق الفوز على بيرامدس بهدفين لهدف الكلام ده كان ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري في البداية سجل كريم حافظ هدف لصالح بيرامدس لكن صلاح محسن سجل التعادل لسيراميكا كليوباترا في ديئة 44 وبعدها رجع وسجل الهدف الثاني في ديئة 83 وبالتالي حسم الدوري لصالح النادي الاهلي و طبعا من امبارح لنهارده كميات وفرع من التعليقات اللطيفة والتشجعية لصلاح محسن على السوشيال ميديا لانه زي ما حضرتكم عارفين هو معار أصلا لسيراميكا كليوباترا من النادي الاهلي فنقدر نقول انه تم اهداء الدرع الدوري بأقدام اهلوية من خلال فريق ويحمل اسم مختلف فهي اللفة لطيفة او الحقيقة بكده طبعا رصيد فيراميدز بيبقى 67 نقطة وهو حاليا في المركز الثاني بعد الاهلي صاحب المركز الاول وال75 نقطة فيما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 37 في المركز العاشر وبكده بيكون بيحافظ على البقاء في الدولة